منذ قليل وبعد انتهاء المباراة السيد محمد الضماطي وهو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورجع وأقول ربما لم نتعود على هذا الأمر الحقيقة من جانب النادي الأهلي عبر سنوات طوال لكن قدامي هنا الحقيقة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كتب اللي قدام حضراتكم وقال زي ما بطلع في كل لحظة فرحة ونزل صور وأبارك أخلاقي وتربية بتقول أن في لحظة الهزيمة لازم برضو أظهر وأتصدر وأتحمل مسئولية المكان اللي أنا فيه حتى ولو كانت المسئولية في سكوتي الواحد مفيش كلمة يقولها توفي قد إيه المرار اللي جواي على كل حاجة وحشة بنشوفها بقلنا شهور مش النهاردة بس مش دا الأهلي في كل شيء مش خسارة ماتش بس اللهم يسر لي أمري وألهمني الصواب كلام الحقيقة تقيل وبيتكلم فيها السيد محمد الضماطي وهو عضو مجلس إدارة للدورة التانية على التوالي يعني كان هو عضو مجلس في الدورة السابقة مع الكابتن الخطيب وهو أيضا عضو مجلس في هذه الدورة لما يقفوا يقول أنه الأمر والمرار مش بس عشان هذه المباراة ولكن منذ شهور عبارة هي قوية جدا وعنيفة جدا وقصية جدا وبالتالي هل نتوقع استقالات في مجلس الإدارة لأنه هذه الجملة عمرها ما تيجي كده أبدا 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 جملة قيلة للغاية وجملة غير معتادة الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن أعضاؤه يعني لا أتذكر على مدار يعني تواجدي أمام حضراتكم عبر سنوات طوال أن أنا شفت حد كتب من مجلس إدارة النادي الأهلي عبارة بهذه القوة وبعدين بيقول مش هذه المباراة ولكن تحملنا المرار منذ شهور إيه المقصود بدا ومن المقصود بدا مؤكد هيبقى فيه أسئلة مطروحة على السيد محمد الضماطي عليه أنه يوضحها وربما هذا الأمر يؤدي إلى استقالته الله أعلم أنا الحقيقة مش عايز أزود كلام في هذه المنطقة لكن مهم أوي أن الرأي العام الأهلاوي يعرف وطبعا هم أروا زي ما إحنا أرينا بس إحنا عرضناها على الملايين من منطلق أن إحنا بنعرض كل ما يعرض على الساحة الرياضية طبعا كنا نتمنى يكون السيد محمد الضماطي معنا على الهواء مباشرة يوضح للرأي العام لأنه دي جملة ما تكتبش كده وتتسكت عليه يعني مرة تانية بيقول أخلاقي وتربيتي بتقول أن في لحظة الهزيمة لازم برضو أظهر وأتصدر وأتحمل مسؤولية المكان اللي أنا فيه حتى لو كانت المسؤولية في سكوتي الواحد مفيش كلمة يقولها توفي قد إيه المرار اللي جوايا على كل حاجة وحشة بنشوفها بقالنا شهور مش النهاردة صعبة صعبة جدا جدا جدا